موسيقى موسيقى مساء الخير أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن أعلنت اللجنة الانتخابية في إقليم كردستان العراق يوم أمس تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الأول من شهر نوفمبر 22 المقبل بسبب عدم وجود مرشحين وأكد عضو كردي بالبرلمان أن الأحزاب لم تتمكن من التركيز على الانتخابات بسبب الاترابات التي أعقبت الاستفتاء على استقلال الأكراد اندلعت مواجهات عنيفة اليوم بين فصائل من الحشد الشعبي وأفراد من تنظيم داعش في منطقة قرب مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق التي استعادت القوات الحكومية سيطرت عليها في تموز يوليو الماضي وأشارت فصائل الحشد الشعبي إلى أنها صدت هجوما لداعش في صحراء الحضر جنوب غرب الموصل ولا تزال الاشتباكات مستمرة في المنطقة القريبة من أحد أهم المواقع الأثرية في شمال العراق أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على أهمية تغليب لغة الحوار للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي العراقية وبما ينسجم مع الدستور مشيرا إلى أن المنطقة لا تحتمل أي نزاع جديد يكون المستفيد الوحيد منه العصابات الإرهابية ولفت العاهل الأردني إلى أن الانتصارات التي حققها الجيش العراقي على داعش تشكل قاعدة صلبة لتعزيز أمن واستقرار العراق والحفاظ على وحدة أراضيه بدأت فعاليات اليوم الأول من أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار من العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم تعكس أهداف هذه المبادرة استراتيجية خطة التحول الوطني في المملكة بوصفها إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 بدأت سول وواشنطن وتوكيو تدريبا يستمر يومين على تعقب الصواريخ استعدادا لأي اختبار صاروخي أو نووي تجريه كوريا الشمالية تعقد التدريبات كل بضعة أشهر في أعقاب اتفاق توصلت إليه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة العام الماضي خلال الاجتماع الأمني تشاوري الذي يعقده البلدان سنويا تعهد دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم مبلغ سبعة ملايين دولار لتخفيف معاناة الروهينغا وتحسين أوضاعهم خلال مشاركة الدولة في مؤتمر المانحين الخاص بأزمة اللاجئين الروهينغا الأقلية المسلمة المضطهدة في ميانمار شددت الإمارات على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا موحدا وتحركا فوريا لوقف هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها شكرا شكرا نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تتردد أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك